دواب بالداريجة الاسم مرحبا نستيك ومرحبا بجميع المستمعين الأفاضل في البداية شكرا جزيلا لكل ما قدمت قدمته وتقدمه سؤال فلسفي نوعا ما هو سؤال خربقني يمكن أن يكتب جولة بأثمانية الكلمات سبعة الكلمات باللغة العربية وكل ما بالداريجة سؤال خربقني بالبيان السؤال كيفاش نتقن أن العالم كاين فعلا لأن منين كنفكر على أنا بالدات اللي في هذا الجسد وأنا هو الشيء الوحيد اللي متأكد أنه تحس وتفكر وبالتالي يقدر ما ممتيقش يقدر يكون لي وجود أما الأشياء الأخرى كيف نقدر نتأكد أنها كاينة فعلا مش غير أوهام أو شيء شيء عالم نظاري كل شيء اللي فيه مبرمج وانا فيه غي كندوز شيء اختبار ولا مجرد فأر تجارب ما عرفش كيفاش نتقن من الوجود وأنا ما نقدرش ويستحيل نفكر ولا نجرب نعيش بدماغ شخص آخر أنا حبيس في شخصي وعارف أن في هذه الأثناء الروم وليوتيوب كامل تضحكوا لكن تيقوني مسألة إدراك الوجود ماشي بهذه السهولة والسطحية راه قوادة كبيرة وفيها كلام كثير ودمتم بخير بلاتين طلبوش كانوا تضحكوا وي كانوا شي جوج تضحكوا عندك الحق وإنت راكن بدي را ما شي غير معيش في things راكن بتنبأتي بهذه الأمر وتصحب اليوتيوب باينا كانوا تضحكوا ما عارش ولكن باينا فيهم كانوا تضحكوا فأ وعلش بغي يا أخي appealing أشغل دي غير فيك هذا الشيط حيオ هلاش بغي naturالي عين تقع هنتعيش في وهم هش بغي الاش بغيت تعرف هذا عم يعني ما هش عين تغير في حياتك هنتعرف explo tinggi عايش في وهم ولا ما اشنو هاي تغير في حياتك. اتبقى عايش في ذاك الوهم. يعني ما بينك وبين رأسك ما غادي تغير تشي حاجة. ولكن غير باشن باش نكونوا عوي ثاني اه هي راها. تشي حاجة ما يمكن تعرفها يقينا. باش نكونوا واضحين. تشي حاجة ما يمكن تعرفها يقينا. يعني شكلها يقدر يعطيك دليل قاطع على ان هاد الهضر اللي قال هات السيدرا ماشي صحيحة. تقدر تجزم مياه في المياه. ما قدروش نجزمو مياه في المياه. واخد تقول لي يلا انا را تنحص براتي بانني كاين. باش عرفتك اخوه بانك انتقى. ربما انت عينبر مش. هو بوحد دلي بالصح. ملا سنت منتبيني الي بس сказet العويج ما تقدرش. انات انادري على 100%, ما تنادرش على الحتيمة كبير. بانت شلي تقول دة باية خربية. تنادر الي على 100%، 100% لم يقدرش يقو له الواحد. عندنا 100% ما يعني 100%؟ تتعني بانك عرفتي كل شي اللي كان في الكون. من تعرف أي حاجة كان في الكون هنا تقدر تقول 100% اما ما حدك معرفتيش كل شي اللي كان في الكون فتا تقول ما شسيبا ما يعني احتيمال كبير بأنه يتخرب يقول لكن ما قدرش نقول مئة في المئة لكن غير واحد الحاجة اللي مهمة هي اللي تتبليه انا إذا كنت انت عايش في واحد نقدرون نقوله في واحد العالم متخيل في واحد الخيال عايش في واحد العالم فيرتويل واحد عايش فيه انتها هاد الواهم هادا نورمال مو خاص يكون عندك تأثير كبير على هاد الواهم هادا على ذاك شلية يتوقع لك في حياتك انا متنظنش انك انت عايش في واهم وتتخرج للسنقات هي صرف قكبوغة تيتكرفس عليك المقدم تتبشي تجيب ورقات يقولولك رجع للجمعة الجاية بغيت تخرج لبرة ما اعطاوكش الفيزا تيتكرفسو عليك عايش في الطول ما متن عارش ان هاد الواهم هادا كيفاش داير يعني كونك الواهم ديالك انت تتأثر عليه شوية ولا انت هو اللي متحكم فيه ولا فيه يعني فيه شي حاجة اللي تتخدم كنتايا يعني بحال تتحس بيها بان انا را ديرا لكنتا را سيرفيس بالنسبة لكنتاا هنا تقدر تقول وي وي ممكن ولكن هنا تسمى ليا بعيدة بزاف لكن هذه حالة الملاحدة والله هذا الملحد مريض مريض والله سمعت من اخ فاضل تقي نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احدا قال شيخنا واحد في غرفه من الغرف غرف الدردس الكفرية هذه على البالتوك كان يحكي قصة عتيبة غريبة والله اخذ اللاقب ونحمد الله ونشكره على نعمة الاسلام ونعمة العقل اخذ اللاقب واصبح يشك في نفسه والله كان يقول كلام غريب يقول انه يشك انه موجود فبعد الشباب المسلم جزاهم الله خيرا كانوا ينبهونه وينصحونه ويقول سبحان الله والله الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجودا والصحابة كانوا موجودون والمسلمون اليوم موجودون اكثر من مليار والبراق موجود والشهب والنجوم وموسى والسماوات وكل هذه الامور موجودة سبحان الله فهذا الملحد والله يقول هذا الاخ انه فقد عقله على اللاقب فقد عقله بدأ يرقص على اللاقب وفتح الكامات وبدأ يتعرى وحتى الاخوات تحردن وخردن من الغرف ويرقص وسجلوا هذا الفيديو موجود يعني سموه رقصة ملحد او شطحة ملحد شطحات شطحات الالحاد لان الملحد يشطح له شطحات فتارة تجده يقول كلاما ظاهره سليم وتارة تجده مثل السكير ومثل الأحمق والمجنون والله رفع عليهم القلم واسأل الله عز وجل ان تخام عليهم عقوبة حد المرتد لان هذا الوباء قد يؤثر في ضعاف النفوس شاب صغير السن يسمع هذا الملحد الأحمق يسمعه يتكلم عن وجود وغيراً وجود ربما يتأثر لان الشبه وهذا الكلام المريض قد يتلقفهم ضعيف النفس شباب قد يتلقفون هذا الكلام وقد يكفروا بالله عز وجل نسأل الله التبات لا تنشرب مموها شحفني هاد أبو كولي بعد تنشرب غير ايفيون أنا على لود المعدة مشي حيت زعمة مشي حيت زعمة دو مالي على لود المعدة المعدة ايفيون حيت فيه الكالسيوم بزاف مزيان نتنصحوا شوية الإخوان اعتدوك الكينات اللي تتاكلهم ديال المعدة شنو اسميتهم دوك الكينات اللي تتاكلهم في المغرب بتتسرطوهم بحل حلوة جبح ديك الكينات ديال المعدة تتاكل الحرقة ديال المعدة تتنزل على كينا ريني لا مشي ضولي بران تبعينا من عهد الحسن الثاني ريني ريني دباتك ريني شنو هي ريني شنو هي ريني هي الماكنيزيوم والكالسيوم والسكر صافي ماكنيزيوم كالسيوم والسكار حيد سكار واشرب والمس فينا هو المشكل داك السكار ديرين زي ما غير بس حتعارف اللي المغربة خاصة مسكي كيرا فش يأكل يعني لك أنت ما فيها لأحلاوة لأوالو ما يبغيش يأكل هالمغربة فدير اللي أسك زي دي اللي رابعة سكار فدك الشي شرب الماء واشرب والمس والمس في الماكنيزيوم وفي الكالسيوم وغلش لمن تتأكل وتتأكل وتتأكل الحمام الرب شار ولش منتARRY تتقرع تقول لي جيب شي وقرعد ولمس نتقرعو. راه فعلا راه بالصح. لينا ولمس في الماغنيزيوم وفي الكالسيوم. فتيساعد المعدة انك ماشي تيساعد بالضرورة في الهادم ولكن تيساعد ضد ذاك الاسيد ريفلاكس. ذاك الاحماض باش انها ما تطلعش من المعدة. تيهدقها. نفس الشي اللي كان في ايفيون. ايفيون في الحمودة. و ايفيون في الماغنيزيوم وفي الكالسيوم. نوم اشي زريد يا صديقي عين اه مريض بالمعدة وصافي. فهدى مكد اه اه ام كي هدى عاي حمقنا هدى قد قل لك عايش في تجريبة اللي نعالى رباية بربك. شمن تجريبة نوط. عاي قطعو الكراس كيديرو علك حد الريد دا قل لي وما نحك قرأ عايش في الخيال. بنادم كيدير. سلام اخي نصتيك. اليوم ما غاديش نسو لك. ولكن بغيت نعود القصة ديالي او ما جاو اصحاب القصص. نعود لك القصة ديالي مع الإلحاد وزوبعة الشكل لمرضاتني في حياتي المراه كاتب شريسة لطويلة لإخوان المهم أنا في الأول كنت كان قلست لاتار بعض ديال السوايع غير ساهي غير ساهي كان شوف سقف تدير داك شي ديال فيلاسوف يتأمل شكل عاقل على ديال الفلسافة شكل هنا من الناس اللي أول كتاب ديال الفلسافة شدوا في يديهم تتحل داك الكتاب وتتلقى تصويرا ديال واحد بولحيا ما نسيت على الاسم ديال داك الكتاب في واحد تصويرا ديال بولحيا تيشوف سما وكاتبين تحتها فيلاسوف يتأمل الشي اللي كاتبين تحت تصويرا فيلاسوف يتأمل وتتحس براسك واو دا بانا تنقرى الفلسافة فهي رمزة تقرأ والوات خربية كانت اسميزها الفلسافة والفكر الإسلامي المهم أنا في اللي أول كنت قالس شنو قال ساهي كان شوف سقف وحل فمي وكان فكر في الكون والعظامة دياله وكانقول سبحالله مع العلم أنني ما كنت ملتازمة تلعب غاية داك الشي ديال الإسلام كرم المرأة وانت يا بوتسواني ومصدعنا بوتسواني رب حلموا الحيدرامة بينا تكون والو من بعد تطور هاد التأمل وهاد الإنبيهال لعظامة هاد الخالق للشك في الدين وفي الأحكام دياله في اللول بدأ الشك غير بضع بضع بعض أسئلة فلسفية وبعض التنقودات بالعلم والنصوص الدينية وأثناء البحث ديالي لمدة ديال العام كنت في هاد العام بحال شي حمق بوتسواني حمق في المدراسة كنت ترجع اللور وانجلس ببوحدي وكانسها انتها أخويا خاسك تشوف شي طبيب لأن شي ديال تتسهاو داك الشيارة ما متيبلية يقدر يكون فيك بوصفير ولا شي عش وكانسها وكانت في الأسئلة ديالوشغة أنا اللي لقيت الحقيقة من بين هاد الناس كاملين من بعد لقيت كنت آه غير بالصدفة كنت كان بحث في معضيلة الشر ولقيت واحد المناظرة ديالك رقمنا لكم المناظرة ما عريب بنتين فوق ولقيت واحد المناظرة ديالك هاد شي اختاصر علي بزاف ديال الجهد لحقاش لقيت المعلومات واجدين بكل فرح وبكل ود عزيزي ومن هاد المنبر حيت مغربي ديانسير يقولها كان بغين شكر عمي وخالتي وجداتي اللي وصلوني لهاد المقام بفضل الله والإرادة ديالي طبعا مزيانة صديقي معدلة الشر من أهم الأسباب ديال ولا من أقوى لزارجيمو الدلائل ضد الإله الإبراهيمي يعني من أقوى يعني من ربما تقدر تقول طوب طوب فايف قاع مش إتا طوب دين طوب فايف ديال أدلة ضد الإله الشخصي معدلة الشر يعني الشرور اللي كي هنا في العالم نعم فجميل أنها أترات فيك صديقي ومبروك عليك تحرر من ما نقول لك تحرر من قيود الخرافة نقول لك تحرر من قيود البوتسوانية لأن أنت كتسافرك حييت بزاك الخرافة تكن بقى عليك هتنقص ترجمة نانسي قنقر